ولمناقشة هذه القضية يسرني أن نرحب في الاستوديو بسعادة السفير ضياء الدين بامخرمة السفير جيبوتي لدى المملكة وعميد السلك الدبلوماسي في السعودية وكذلك نرحب بالدكتور صالح المانع عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود سابقا كذلك يسرنا أن نرحب من أبو ظبي بالدكتور صالح سلطان النعيمي الكيد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإيرانية أهلا بكم ضيوفي الكرام ونبدأ معك سعادة السفير بداية كيف ترى استهداف إيران للسفارة السعودية والقنصلية في مشهد من الناحية الدبلوماسية والحقوقية الناحية الدبلوماسية والحقوقية فهي متراكبتان ومتضامنتان على اعتبار أن هناك خرق فاضح لمادة 22 من قانون العلاقات الدبلوماسية قانون فيأنا إتفاقية فيأنا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول وهي الاتفاقية التي تنظم منظومة العمل الدبلماسي في إطار منظومة دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة هذه الاتفاقية وفي مادة 32 تلزم الدولة مقر البعثة أو مقر الاعتماد بتوفير الحماية اللازمة لمقر البعثات الدبلماسية حماية الدبلماسيين في مقرات بعثاتهم عدم الاعتداء عليهم توفير كل الحماية اللازمة ولكن الذي حدث أنه تم الاعتداء على مقر البعثة الدبلماسية أو مقر سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصرية العامة في مشهد وفي ذلك خرق واضح لهذه المادة ولهذه الاتفاقية مما يدل دلالة قاطعة على عدم الالتزام بالقانون الدولي العام نعم دكتور صالح لو سألنا عن دوافع قيام إيران بمهاجمة السفارة السعودية سواء في طهران أو القنصرية في مشهد لماذا قامت إيران بهذا العمل واختراقها لهذه الاتفاقية وهذه المعاهدة الدولية كما شرح سعادة السفير الحقيقة أن هذه ليست أول مرة تتم فيها مهاجمة السفارة السعودية كان هناك هجوم على السفارة السعودية عام 1944 من قبل الغوغاء الإيرانية وكذلك كما تحدث التقريع عام 1978 وهذه ثالث حالة تحدث بالنسبة للهجوم على السفارة وفي كل مرة يكون هناك أيضا قطع للعلاقات الدبلوماسية بين مملكة العربية السعودية وإيران أتحقق أن هناك دوافع متعددة خارجية وداخلية هناك إشكالات تواجهة تمدد الإيراني في المنطقة سواء في العراق أو في سوريا أو حتى في اليمن نجاحات التي حققتها المملكة ودول التحالف العربي في اليمن أثبتت الحقيقة أن هناك رغبة وإرادة عربية قوية جدا لإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة ومحاولات الهيمنة التي تقوم بها الحكومة الإيرانية في منطقتنا العربية إضافة لذلك فهناك أيضا إشكالات داخلية في إيران كما تعلمون أن إيران في 26 فبراير القادم سيكون هناك انتخابات في إيران وهناك محاولات متعددة لمجموعات محسوبة على الإصراحيين وهناك جماعات أيضا محسوبة على المحافظين تحاول أن تستفيد من التوترات الموجودة في المنطقة لكي تجيش الرأي العام في إيران وتكسب أصوات حتى لمرشحيها في البرلمان أو لمجلس الخبراء فهذه الحقيقة محاولات متعددة لكسب أصوات متعددة في البرلمان ومجلس الخبراء وأيضا الانتكاسات التي تواجهها السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة فهناك أسباب داخلية وهناك أسباب خارجية لمثل هذه الأعمال ويمكن جميع هذه الأسباب لا يجب أن تدفع إيران إلى القيام بهذه العملية الحقيقة التي انتهكت فيها كل المواثيقة الدولية والدبلوماسية بس لدكتور سلطان من أبوظبي دكتور سلطان من الذي قام بمهاجمة السفارة السعودية من وجهة نظرك في طهران أو القنصلية في مشهد هل هم الحرس التوري هل هو البسيج الكل ينفي في طهران هل هم أناس جاءوا من الواق واق من مكان ما جاءوا إلى طهران وهاجموا السفارة السعودية ثم اختفوا مجددا وجهة نظرك وقراءتك دكتور وأنت الخبير في الشؤون الإيرانية بداية أمساك الله بالخير دكتور أمس على سعدة السفير ودكتور صالح المشاهدين الكرام أهلا وسهلا طبعا قبل ما أجيب على سؤالك تسمح لي فقط أشير إلى تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حيث قال بعد تلك الأحداث قال أتمنى أن لا تدفع المملكة العربية السعودية إلى تخريب العلاقات بقية الدول العربية مع إيران ونحن لا بد أن نشير هنا أن القضية هنا هي ليست المملكة العربية السعودية تقف لوحدها بل ما يحدث الآن هو ليس شأن سعودي فحسب بل هو شأنه خليجي وشأنه عربي ومن يقوم بتخريب العلاقات ليس المملكة العربية السعودية وتصرفاتها وسلوكها المتزن وإنما الطرف الآخر الذي قام بهذا الأمر عودة لسؤالك صديقي ودكتور محمد سلمي من قام بهذا الأمر لنتساءل بداية بعد الحادثة بعد إعدام المواطن السعودي نمر نمر مع بقية الإرهابيين نعم هاجت الدنيا في إيران وصدرت البيانات وصدر بيان قبل الحكومة الحكومة روحاني صدر بيان من الحرس الثوري يقول أن هناك سوف يكون انتقام وانتقام سريع جدا بعدها رأينا تلك الغوغاء والمتظاهرين في مشهد بعدها بفترة طويلة جاءت الاعتداء على السفارة السعودية تهديد المتبينة يا دكتور كانت بالفعل الحكومة الإيرانية كما تقول الآن أنها كان مفروضة أن تصرف يعني يجب أن لا يكون مثل هذا التصرف وأنه تصرف يضر بالنظام كان هناك متسع يا دكتور والمشاهدين الكرام لا بد أن نقيس الوقت كان هناك متسع أقل ما فيها حماية السفارة الإيرانية في طهران إذا كانت فلتت الأمور أين فلتت في مشهد ولكن رأينا أن حتى في السفارة الإيرانية وهناك بعض السفارة السعودية رأينا بعض الصور من الضباط والعسكريين كانوا يشاهدون المتظاهرين وهم يلقون بزجادات الملتوف على السفارة السعودية من قام بهذا الأمر نحن نعلم جيدا وللمشاهدين الكرام أن البسيج في الفترة الأخيرة انضم ووضع تحت قيادة الحرس الثوري الحرس الثوري يقوم بتدريبات سنوية للبسيج البسيج يعتبر أداء لجمع المعلومات حيث بعد أن ينتهي البسيج وهو ما يطلق عليه بقوات تعبئة أو الاحتياط ينتشرون في جميع مؤسسات إيران البسيج هو أداء قوية للمظاهرات وهذا ما كان دائما يصرح له قائد البسيج لا أريد أن أطيل هنا قال وكما قال الخميني سابقا أنهم يريدون أن يوصلوا البسيج إلى 20 مليون الحرس الثوري وقائد الحرس الثوري يقول أن تجربة الناجحة في الحرس الثوري من أهم التجارب تصدير البسيج إلى الخارج ونحن مستعدين للقيام بهذا الأمر البسيج والقياس الزمني والبيان للحرس الثوري ومن ثم تحرك البسيج هو الأمر الواضح أما أن يأتي شخص أو يأتي شخص من الأمن هناك ويقول أن من قام بهذا الأمر هم غوغائين أن يأتي شخص آخر ويقول قد أشعلت النار في السفارة السعودية قبل أن يتجمع المظاهرون أعتقد أن حتى هذه الحبكة غير متزنة حتى لغير العاقل أن يصدقها فكيف بالعاقل يا دكتور؟ كذلك نرحب بضيفنا من لندن الباحث المتخص في الشؤون الإيرانية الأستاذ يوسف عزيزي بين الطرف أهلا بك أستاذ يوسف وبداية أود أن أسألك عن موقف الشعوب غير الفارسية في إيران مما تعرضت له السفارة السعودية في طهران أهلا بكم والسلام عليكم على بيوفك الكرام والمشاهدين العزاء يعني الشعوب غير الفارسية أولا في منطقة الأهواز رغم كل التشديدات الأمنية خرجت مظاهرات تؤيد يعني تؤيد مواقف الأشقاء في العربية السعودية نعم وهناك تصريحات ومقابلات لزعماء أكراد زعماء الفصائل الكردية رأيناها وقرأناها في الصحف الفارسية والعربية صحيح وهي تستنكر ما قام به المتشددون في الاعتداء على السفارة السعودية والغنصلية السعودية في مشهد وفي طهران نعم وكذلك يعني على الشبكات التواصل الاجتماعي نرى هذا التعاطف من قبل النخبة وأيضا الجماهير للشعوب غير الفارسية ضف على ذلك بعض النخبة الفارسية أيضا يعني بدأت تنتقد السلوك الغير حضاري للحكام في طهران في تعاملها مع البعثات الدبلوماسية وهي ليست المرة الأولى يعني بدأت على الأغل بعد الثورة ما يسمى بالثورة الإسلامية بدأت منذ 1979 بالاعتداء واختحام السفارة الأمريكية ومن ثم من بعد السفارة البريطانية في 2011 وحاليا السفارة العربية السعودية فلهذا يعني نرى العديد يعني معظم النخبة الفارسية أيضا أخذت تنتقد وتندد بهذا العمل الهمجي الذي قام به لكن من هو قام بهذا العمل أيضا هناك لدي جواب إذا نعم نعم ولكن أيضا أنا أرغب الحقيقة وأن أستثمر الوقت معك أستاذ يوسف وتعرج على موضوع أثاره أيضا الدكتور صالح وهو قضية الداخل الإيراني وقضية الانتخابات القادمة في فبراير هل لذلك أي علاقة فعلا أما أن إيران تريد أن تغطي أو تظهر إنها ديمقراطية وأن هناك صراعات دبلوماسية بين الأحزاب وإن كان ما فيه أحزاب لكل يعلم أن ما فيه أحزاب في إيران يعني مصرح بها ولنما تيارات ولكن هل هناك أي علاقة فيما تعلق بقضية مهاجمة السفارة السعودية في طهران أو أول قنصري المشهد بما هو قادم أو أنها محاولة زوبعة في فنجان كما يقال لا شك أن الجناح المتشدد بقيادة خامني وأحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور هذا الجناح وبيت المرشد الأعلى الذي يدور ويخطط لمثل هذه الأعمال كان ينوي أيضا أحد أهدافه أن يطرح هذه الغضية وتهاجم القوى والعناصر المتبطة بهؤلاء المتشددين السفارة السعودية والغنصلية السعودية لحرف الأفكار لأن المتشددين يأخذهم القلغ لأن الكثير والعديد من الإصلاحيين والقوى المستقلة خاصة بين القوميات سجلت للانتخابات القادمة وهم قلغين جدا من هذا الآن فلهذا خلقوا هذه الزوبعة كي يظهروا أنفسهم أنهم هم الغادة على الساحة السياسية في إيران نعم الأستاذ يوسف عزيزي بن طرف من لندن شكرا لكم بإنضمامكم لنا في هذه الحلقة كذلك يرحب بسعادة البروفيسور عز الدين عمر موسى أستاذ العلوم الاستراتيجية في جامعة نايف الأمنية أهلا بك أستاذنا وبداية أود أن أسألك نعلم أن السودان قامت بقطع علاقاتها مع إيران ولأن إيران أيضا كان لها عبث في الداخل السوداني وتضررت السودان من ذلك نود أن تطلع المشاهدين الكرام على كيف تضررت السودان من تدخلات إيران في شانها الداخلي وكيف تقرأ قرار السودان قطع علاقاتها مع طهران يبدو أن ضيفنا من السودان غير جاهز أعود إلى ضيوفي في الاستوديو وإلى سعادة السفير ضياء الدين نعلم أنه قبل ساعات قليلة قررت جيبوتي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران طبعا تضامنا أيضا مع كثير من الدول العربية قررت هذا القرار لماذا قررت جمهورية جيبوتي قطع العلاقات وهل هو أيضا في هذا الإطار العربي كيف توضحون أو تشرح للمشاهد الكريم هذه الخطوة من جمهورية جيبوتي كما تعرفون العالم العربي عديد من الدول العربية عديد من الأقطار العربية تمر بأزمات هناك تقطيع لأوصالها هناك تجزيئة لدول عربية عديدة هناك دماء تسفك هناك فتن داخلية تقام في دول عربية وهذا سببه تدخل خارجي في هذه الدول وفي هذه الأقطار العربية وعندما اتخذت المملكة العربية السعودية قبل بضعة أيام قرارها أو اتخذ القضاء في المملكة العربية السعودية مجراح النظامي القانوني الشرعي باتخاذ إجراءات ضد مواطنين سعودين حدث تدخل الإيراني وهو تدخل في الشأن الداخلي السعودي مما يهدد هذا التدخل الإيراني في الشأن الداخلي السعودي أمنى واستقار المملكة العربية السعودية فأنا كدولة جمهورية جيبوتي كما لا أريد من أحد أن يتدخل في شأن الداخلي وفي قضاياي المحلية أيضا لا يجب أن أسمح لأحدا أن يتدخل في شان الداخل لدولة عربية أخرى هذا هو موقف مبدئي لجمهورية جيبوتي تنتهجها منذ فجر استقلالها حتى لحظتنا هذه ومن ثم المملكة العربية السعودية هي رأس المملكة العربية السعودية هي مهد الإسلام وقبلة المسلمين ودولة مهمة في العالم العربي والإسلامي أي تأثير سلبي على أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية وهو في الأخير تأثير على مجموعة منظومة الدول العربية والدول الإسلامية كل من يريد أن يصيب مجموعة الدول العربية فإنه يستهدف دائما الرأس ويستهدم القمة ويستهدف الحرم حتى يؤثر على البقية نحن في جمهورية جيبوتي نستشعر تماما أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية أمر مهم يهمنا ونحن هنا لا ندافع المملكة العربية السعودية ولا نقف مع المملكة العربية السعودية وإنما نقف مع أنفسنا مع قضيانا إذن كان الموقف الجيبوتي هو موقف مبدئي قاطع برفض التدخل في شأن السعودي وبرفض أيضا الحالة التي نتحدث عنها ويتحدث معها فيها العزاء الضيوف أيضا في هذه الحلقة هو الاعتداء السافر على بعثة دبلماسية وبطريقة فاضحة حقيقة ولا نستطيع أن نقول في كل حال من الأحوال أن من تعدى على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران هم غوائيين لأنه لا يمكن لأحد في طهران أن يتعدى على مؤسسة من مؤسسات الدولة أحسنت سعادة السفير وأعودي إلى ضيفي الدكتور صالح وأود أن تقررنا من ناحية الجانب السياسي وضع إيران الآن حاليا أمام مجتمع الدولي بعد انتهاكها لحرمة السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد كيف هو وضع إيران الآن دبلماسيا وسياسيا أمام العالم الحقيقة أن إيران وضعت في موضع صعب جدا هناك كما تعلمون حسن روحاني رئيس الجمهورية وضريف يحاولون أن يظهروا وجها جميلا لإيران أمام العالم ويحاولون أن يعيدوا إيران إلى الحضيرة الدولية إلى القبول الدولي ولكن هذه الأعمال حقيقة أفضحت الجمهورية الإيرانية أمام العالم وجعلت العالم يتساءل بشكل كبير جدا عن هذه الأعمال وكيف أنها لا تريق بدولة عضو في الأمم التحدة ودولة تريد السلام يجب على الدولة أن تتعامل مع بعضها البعض على أساس من السلم وحسن الجوار وأن تضبط أيضا الغواء في بلادها وأيضا مجموعات البسيجة وغيرها وتحافظ على آمن واستقرار السفارات هذا جزء من القانون الدولي وهو أيضا جزء من قبول الدولة في المجتمع الدولي إذا كانت إيران تريد أن تقبل في المجتمع الدولي فعليها أن تتبع الإجراءات وتلتزم بالقوانين والموثيق الدولية بدون ذلك الحقيقة لن يكون هناك قبول لإيران وجدنا هناك دول عربية وغير عربية مثل أستراليا بلداء مثل بريطانيا وفرنسا كلها أدانت ولو ممتحدة مجلس الأمن أمس أدان أيضا هذا الهجوم على السفارة السعودية وعلى البعثة الدوليسية السعودية في مشهد هذا الحقيقة يعني أن إيران يجب إذا أرادت أن تعود إلى حضيرة الدول المقبولة والمتحضرة فعليها أن تلتزم بقواعد النظام الدولي وقواعد حسن الجوار وبذلك يمكن قبولها بمعنى أن هذه السياسات لم تعد مقبولة على المستوى الدولي حتى لو كانت حتى على المستوى الداخلي اليوم أن قرأت تقرير أو خبر لأحد رؤساء الحرص الثوري وهو ينتقد نائب رئيس الحرص الثوري ينتقد مثل هذه الأعمال لأنه فعلا أساءت إلى إيران قبل أن تسي إلى مملكة العربية السعودية ودول الجوار العربية نعم أحسن دكتور صالح أعود إلى الدكتور سلطان من أبوظبي دكتور برأيك ما هو الموقف الداخلي في إيران وهل يشعر الآن ربما الشعب الإيراني هو أكثر المتضررين لا شك بكل ما يقوم به النظام لكن هل يشعر الشعب الإيراني فعلا الآن بأنه قادم على عزلة أخرى هو كان يأمل أنه هناك انفتاح على العالم بعد الاتفاق النووي لكن الآن هو في عزلة أكبر خاصة بعد القرارات التي تتخذتها دول الجوار وهو المحيط الجغرافي لإيران هل المجتمع الإيراني الآن في حالة قلق فعلا من تصرفات النظام ولا طبعا لا شك أنه لا بد الوضع في الاعتبار أن ليس جميع الشعب الإيراني يتماشى مع السياسات النظام الإيراني وأكد هنا على النظام الإيراني فما قام به الآن من وجهة نظره فيما يتعلق بالعالم العربي ولا أخص المملكة العربية السعودية هو أمر مرفوض لا شك أمر سينعكس سلبا على الداخل الإيراني كما تفضلت دكتور محمد يعني الشعب الإيراني ينتظر بفارغ الصبر أن يجد تلك النتائج التي توصل إليها الاتفاق النووي وها هو النظام الإيراني يعود من جديد ليستمر ونؤكد هنا يستمر في تدخلاته في الشأن الخليجي والشأن العربي ينعكس لا شك سلبا على إيران الآن ما يقوم حاليا من قطع علاقات وخفض علاقات هي نتيجة طبيعية جدا كان لابد أن يدركها النظام الإيراني نتيجة طبيعية لتصرفاته في نهاية المطاف من الذي سيتضرر؟ الذي سيتضرر هو لا شك الشعب الإيراني الذي نكن له في دول الخليج والعالمة كل التقدير والاحترام شعب عريق بتاريخه وحضارته شعب يمتزج مع الشعوب الخليجية والعربية للوصول في نهاية المطاف للسلم والاستقرار ولكن ما يقوم به النظام الإيراني وما نراه من مظاهرات هي في حقيقة الواقع أنها لا تعكس أن وجهة نظر الشعب الإيراني قاطبة والدليل على ذلك أن تجد في مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني بعض الهاشتاغات التي علق عليها بعض الإيرانيين رفضهم لهذه الفكرة حينما يأتي حسر روحاني ويتحدث ما تم من مظاهرات وما تم من إحراق للسفارة السعودية مرفوض هو دليل واضح على أن الداخل الإيراني لا يتفق تماما على هذه التصرفات هناك مصالح عليا لا بد من وضعها في الاعتبار لا بد أن ندرك أننا كما نشعر ونتأكد أن النظام الإيراني انتقائي فأننا لن نكون أفضل فكرا ورؤية من الشعب الإيراني من الداخل الذي يرى بنفسه أن النظام الإيراني انتقائي في اختياره وانتقائي في تصرفاته لا ينظر لجميع الشيعة في المنطقة وفي العالم على أنهم حامل لرايتهم وإنما يبحث عن مصلحته وأكدنا ونؤكد حاليا هناك الإشكالية ما بين أذربيجان وما بين أرمينيا وإيران وقفت أو النظام الإيراني وقف مع أرمينيا ضد أذربيجان الشيعية وقد أشرت الدكتور محمد السلام بهذا الموضوع وقد أشرنا في أمور أو في مواقف أخرى هذا دليل واضح على الانتقائية دليل واضح على أن الشعب الإيراني يدرك أن النظام الإيراني لديه سياسات لديه يبحث عن المصلحة إذن المصلحة ومصلحة الشعب الإيراني أن يكون هناك سلم واستقرار في المنطقة لتحقيق التنمية للأسف الشعب الإيراني تأخر كثيرا عن الشعوب الخليجية في التنمية والاستقرار يأتون كثير هناما يأتون في دولة الإمارات وفي الدول الأخرى يشاهدون بأم عينهم هذا الترحيب من قبلنا ولكن عينما يعودون هنا لا يعودون ليرون أن دولتهم فقيرة أن إيران فقيرة غنية جدا بالنفط بالغاز بالموارد الطبيعية ولكن للأسف الشديد النظام الإيراني بسياسته يؤدي إلى مزيد من الصعوبات للشعب الإيراني الذي لا شك يستحق أفضل من ما هو عليه الآن نعم شكرا لك دكتور سلطان وأعود مجددا إلى سعادة السفير ضياد دين من الناحية الدبلوماسية والقانونية ما هي الخطوات التي من الممكن أن تتخذها المملكة العربية السعودية تجاه ما قامت به إيران من اعتداء صارخ على البعثات الدبلوماسية بطبيعة الحال أولا هي اتخذت قرار قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد البعثة الدبلوماسية السعودية وملحقاتها من قنصليات وإلى آخر وأيضا سحب بعثتها كاملة فهذا هو إجراء الأولي أيضا هناك إجراء قانوني مشروع وأعتقد أنها قد بدأت في هذه الإجراءات المملكة العربية السعودية بالتقدم لمجلس الأمن الدولي لشرح الحادثة التي كانت وهذه الحادثة طبعا هي تتنافى مع القانون الدولي العام وعلى اعتبار أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي هو المضلة الدولية التي تعتمد وتصادق على كل الاتفاقيات الدولية واتفاقية بين العلاقات الدبلوماسية تدخل في إطار اتفاقية دولية فهنا يأتي دور الآن الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرارات الحاسمة والحازمة اتجاه ما قامت به إيران في الإضرار ببعثة دبلوماسية لها كل الحصانة التي تسمح لها بحماية هذه البعثة أعتقد هذا أيضا هو الإجراء القانوني المناسب وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك مواقف متواكبة وهي الآن حاصلة أنه كثير من دول العالم تقدر أن ما حصل من إيران تجاه البعثة الدبلوماسية السعودية وتجاه التمثيل الدبلوماسي وتجاه العرف الدبلوماسي هو خطر جسيم يجب الوقوف منه على هذا الأساس كانت قطع العلاقات الدبلوماسية كانت سحب السفراء من بعض الدول كانت بيانات التنديد والاستنكار والشجب التي تصدرت المشهد الدبلوماسي والمشهد السياسي في العالم العربي والعالم الإسلامي وهذا كله أعتقد أنه تضامن دولي مهم للتعبير عن محاولة تحقيق الحصانة للحصانة الدبلوماسية لأن الحصانة الدبلوماسية والقانون الدولي العام قد انتهك انتهاكا جسيما بحديثة الاعتداء على السفارة السعودية والقنصلية السعودية في مشهد دكتور صالح مجددا نحن الآن ننتظر ربما بعد أيام قليلة هناك اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة ما هو المتوقع اتخاذه في هذا الاجتماع سواء على المستوى القانوني على المستوى الدبلوماسي على المستوى علاقات دول العربية مع إيران أعتقد أن هذا الاجتماع يتزامن مع اجتماع آخر لمجلس التعاون وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليجة العربية وكل هذه الاجتماعات مهمة جدا لأنها تحشد الرأي العام والرأي الرسمي للدول العربية اتجاه ما هو حادث من قبل إيران ولكن دعني الحقيقة أريد أن أعلق على نقطة فضل بها الدكتور سلطان قبل قليل وهي أننا في المملكة العربية السعودية في دول الخليجة العربية في العالم العربي نكون كل التقدير والاحترام للشعب الإيراني وليس لدينا أي إشكالية الحقيقة مع الشعب الإيراني أو مع الثقافة الإيرانية الشعب الإيراني شعب مسلم هو جار لنا ونحن وإيران أهل قبلة واحدة ولكن ما نعترض عليه هو السياسة الإيرانية فما نعترض عليه هو السياسة الإيرانية وهو السياسة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير يعني نحن وجدنا بعض الساسة الإيرانيين في الماضي مثل هاشمي رفسنجاني وغيره وقفوا مواقف جيدة وجريئة ولعبوا دور مهم جدا في رأب الصدع بين المملكة العربية السعودية وإيران عام 1991 وجدنا اجتماع مع الملكة عبدالله رحمة الله عليه حينما كان ولي العهد مع الرئيس رفسنجاني ولعبوا دور مهم جدا حقيقة في رأب الصدع بين المملكة العربية السعودية وإيران وإنهاء المقاطعة التي كانت قائمة حينئذ ولهذا فنا أيضا نحن بحاجة إلى رؤية مستقبلية الوضع الآن متوتر وسيتوتر لبعض الزمن ولكن من مصلحة المملكة العربية السعودية ومن مصلحة إيران أن نبحث عن سبل جديدة وطرق جديدة لرأب بهذا الصدع وعلى الإيرانيين على الحكومة الإيرانية سواء كان مرشد الأعلى أو رئيس الجمهورية أن يتبنوا سياسات مقنعة وسياسات واقعية لتغيير السياسات التدخل الشائن في الشأن العربي سواء في المملكة العربية السعودية أو في العراق أو في سوريا أو في اليمن إذا غيرت إيران من سياساتها في منطقتنا العربية فنحن على استعداد وأنا أتكلم صفة الشخصية وليس بصفة الرسمية على استعداد في المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية ودول الخليجة العربية أن نمد يدنا لإيران نحن دائما نعيش في حال كجار لست لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني يا دكتور صحيح نعم مشكلتنا ليست مع الشعب الإيراني بل مع النظام الذي أثاره نعم ولكن أيضا العلاقات دائما بين الدول هي علاقات سلام ومحبة وليست علاقات توتر ونحن لا نسعى إلى أي توتر مع أي دولة جار ولذلك على هذه الدولة الجارة أن تغير مسياساتها حتى نتمكن من مد يدنا إليها من جديد أحسنت أعود إلى لندن والأستاذ يوسف عزيزي أنا سألت سؤالي الأستاذ يوسف سألت لزميلة دكتور سلطان النعيم وهو موقف الداخل الإيراني هل ينتظر الشعب الإيراني المزيد من العزلة بعد هذا القرار أم ماذا يعني كيف سيتصرف الشعب الإيراني وكيف سيكون موقف مما حدث ومما هو قادم ربما في الواقع يعني المواقف التي اتخذتها مثل قائد الحرس الثوري في طهران والذي ندد بالاختحام للسفارة والغنصلية وما شابه ذلك هي مواقف يعني ردود فعل أمام ما قامت به المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والدولي يعني هذا أدى إلى نوع من التراجع بين حتى المتشددين أنفسهم ما عدا خامني وجنتي وأمثالهم فلكن الشعوب الإيرانية أنا يعني أستطيع أن أقول بمعظمها يعني تعادي وتخاصم المتشددين الحاكمين في طهران فأي يعني أي خصومة أي عداء يحصل بين الدول الجوار وحكومتهم ونظامهم يعني يحاولون أن يستغلونها لصالحهم يعني حتى الخلافات بين التيارات الحاكمة بين الإصلاحيين والمتشددين وما شابه ذلك أيضا تعطي نوع مساحة من التنفيذ لهذه الشعوب وللمثقفين من فرسها وتركيا وكورد وعرب وما شابه ذلك كي يتحركوا على مستوى المؤسسات المدنية وعلى مستوى الفردي ويتقدموا من أجل يعني دحر المتشددين الحاكمين في طهران والذين يغمون بمثل هذه المغامرات على مستوى الإغليمي والدولي نعم دكتور سلطان نعود مجددا إلى ربما أسباب كل ما يحدث المنطقة من تدخلات إيرانية ودعمها للإرهاب مؤخرا طبعا اليوم فقط أعلنت البحرين عن خلية إرهابية تابع الحرس الثوري وكذلك حزب الله في لبنان السؤال هنا لماذا تصر إيران دائما على دعم الإرهاب من جانب وأحيانا الدفاع عن الإرهابيين كما شاهدنا أنها اشتاطت غضبا بسبب قيام المملكة العربية السعودية والقضاء السعودي بالحكم على إرهابيين ثبت فعلا أمام القانون وباعترافاتهم الشخصية أنهم قاموا بعمليات إرهابية وتلطقت أيديهم بدماء سواء المواطنين العاديين أو رجال الأمن نعم دكتور للأسف الشديد ما نراه نقام من النظام الإيراني هو قراءة مغايرة للجوار العربي له قراءة مغايرة للإقليم وقراءة مغايرة للعالم في حين نرى أن هؤلاء إرهابيين في حين أن النظام الإيراني يدفع باتجاه محاربة الإرهاب ويتشدق بهذا الأمر وفي نفس الوقت لديه من تنظيم القاعدة يعني هناك قادة كانوا موجودين في تنظيم القاعدة هناك تقارير من وزارة الخارجية الأمريكية تقول أن النظام الإيراني سهل مرور العديد من الإرهابيين للبؤر يعني يستمر فيها الإرهاب بالرغم من كل ذلك تأتي القراءة الإيرانية مغايرة ما نراهم هم إرهابيين وتثبت الإدانة عليهم أنهم إرهابيين تأتي السياسة الخارجية الإيرانية بازدواجيتها ما بين احترام شؤون وعدم التدخل في شؤون الدول وفي المقابل حماية ودعم المستضعفين تأتي هذه القراءة ليقوم النظام الإيراني لأن دائما نضع في الحسبان إذا كان حسن روحاني أو السلطة التنفيذية في إيران تتحدث عن إيران وفق أطر وحدود إيران إلا أن الحرس الثوري الدولة العميقة في الداخل الإيراني تبدأ تتحدث عن ما هو أبعد من حدود إيران يتحدث أنه لا بد من توسيع المحيط الأمني لإيران وبالتالي لا بد من الانتقال إلى الجوار الإقليمي وإحداث نوع من الخلايا وما أطلق عليهم حتى المرشد أطلق عليهم بعد الاتفاق أنه يقال كان هناك اتفاق أو لم يكن اتفاق لن نتخلى عن دعم حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة نركز مع المشاهدين الكرام هنا يقول حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة من هؤلاء؟ هم أولئك الإرهابيين السبعة واربعين ومن ضمنهم نمر نمر وغيره هنا لا نتحدث عن شيعي أو سني دعوة صادقة للجميع لا علاقة للطائفية لا علاقة للطائفية لا علاقة للطائفية لا علاقة للطائفة الشيعي والسني لا بد من التركيز فقط على المواطنة فهنا الإشكالية أختم بالإجابة هنا الإشكالية في القراءة الإيرانية لهؤلاء الإرهابيين على أنهم أصدقاء ولذلك النظام الإيراني يتوسل بهم لأنه يضع رئته في المنطقة وفي الإقليم ليتنفس بها هذا الأمر هو مغاير للمصلحة الإيرانية مغاير للشعب الإيراني وهذا ما يدفعنا دائما إلى أن نقول أن ما يقوم به النظام الإيراني هو تدخل في شؤون المنطقة وليس كما يدعي نصرة للمستضعفين أولئك حينما لم تتدخل إيران أي دولة لا تدخل فيها إيران انظر لها وانظر إلى بقية الدول التي تدعي أن لديها حلفاء واصدقاء ما بحل بها الإجابة لا شك أنها واضحة للمشاهدين وهم قادرين على الإجابة على هذه نعم دكتور صالحة دكتور سلطان أشار لي نقطة مهمة جدا وهي قضية الإرهاب الإيراني وقضية ربما تعريف الإرهاب بشكل عام لدينا مشكلة في العالم في قضية تعريف الإرهاب من هو الإرهابي ومن هو غير الإرهابي نجد أن الإرهابي حتى على المستوى العالمي للأسف الشديد وهذه ظاهرة يجب أن تعالج وهي قضية بعض من يقوم بالعمليات الإرهابية إرهابي ولكن البعض الآخر غير الإرهابي الآن مثلا في شان الداء الإيراني وقضية ما هو مرتبط بإيران نجد أن العالم لا يجرم المليشيات الإيرانية الحشد الشعبية فيلق القدس الذي ينص النظام الإيراني على أن مهام فيلق القدس التاب الحرس الثوري خارج حدود إيران إذن هو إرهاب دولة كذلك المرتزقة التي تأتي بها إيران من أفغانستان مثل الزينبيون أو من باكستان الفاطميون والذين ياتون بهم إلى سوريا ويجعلونهم يساهمون في قتل الشعب السوري إلى متى العالم يصمت عن هذا ولماذا لا يكون هناك تعريفا واضحا إطارا واضحا للإرهاب حتى نستطيع أن تعاقب إيران على ما تقوم به من دعم الإرهاب بإضافة للخلايا التجسسية ووزرع الخلايا وعلى الآخرها كما ذكرنا اليوم البحرين فكيف تترى هذه النقطة وكيف يتصرف العالم تجاه إيران وإرهابها الحقيقة أنه ليس هناك مثل ما تفضلت ليس هناك إجماع على تعريف الإرهاب من ناحية نظرية لكن هناك إجماع على تعريف الإرهاب من ناحية عملية أي عملية تقوم بها مجموعة مسلحة ضد مدنيين هذا يعتبر عملا إرهابيا فالأعمال الإرهابية تعرف نفسها بنفسها بشكل عملي ولكن إشكالي مثل ما تفضلت أن الحكومة الإيرانية للأسف تتدخل وتستغل أيضا الأزمات العالمية يعني أنا اليوم قرأت في أحد الصحف خبر أنه إيران نقلت حوالي 10 ألاف سوري لاجئين سوريين مساكين عاشوا أزمة حرب في بلادهم وحرب النظام ضدهم فنقلتهم إلى وسط آسيا في منطقة نقون كرباخ بين أرمينيا وأذربيجان وهذه منطقة صراع قائمة بين أرمين وأذربيجان وبالتالي سيتعرض هؤلاء الناس أيضا لعمليات عسكرية مستقبلية لحرب أخرى في المستقبل فهذا عمل غير مقبول أنت لا يمكن أن تقبل تنقل اللاجئين من منطقة يعني فيها حرب وعنف إلى منطقة أخرى إلا لسبب واحد وهو أن تستخدمهم في المستقبل كأداة ضغط إما على دول الجوار أو على دول أخرى فهذه إشكالية الحقيقة أنك تستخدم هؤلاء الناس المدنيين تحاول أن ترميهم في منطقة ساخنة وتحاول أن تستخدمهم يعني ما الذي يعطي الحكومة الإيرانية الحق في أن تستخدم الناس وتستخدم الخلايا النائمة في الدول الأخرى الدول الأخرى ليس لها خلايا نائمة في إيران فإذا كانت الدول الأخرى تحترم سيادة إيران على أراضيها فيجب على إيران أيضا أن تحترم سيادة الدول الأخرى خاصة دول الجوار العربية على أراضيها نجد أن هذه السياسة حقيقة سياسة تدخل في شؤون الدول الأخرى كانت دائما موضع استنكار من جميع الدول وليس فقط الدول العربية في نيجيريا شهدنا حالات مشابهة استنكار الحكومة النيجيرية للتدخلات الإيرانية في بلادها في ماليزيا طرد السفيرة الإيراني في فترة أو فترات بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلين في ماليزيا في اندونسيا هناك أيضا سخط شعبي على تدخل إيران في الشؤون الداخلين لاندونسيا فهناك إشكالية لإيران إيران يجب أن تتعامل مع الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى على أساس من الاحترام سيادة هذه الدول ما دامت هذه الدول أيضا تحتلم سيادة إيران الداخلية نعم سعادة السفير ومن الجانب القانوني دائما نتحدث على الجانب القانوني والدبلوماسي ماذا ننتظر العالم والمملكة العربية السعودية ودول المنطق كل من قطع علاقتهم مع إيران وتضرر من الدخلات الإيرانية في شؤونه الداخلية ماذا ننتظر من الهيئات والمنظمات الدولية من مجلس الأمن من الأمم المتحدة من رابطة العالم الإسلامي من جامعة الدول العربية يعني ما هو القادم في هذا الاتجاه فيما يتعلق بانتهاك إيران لحرمة البعثات الدبلوماسية في يوم أم صرح معالي وزير الخارجية في الملكة العربية السعودية السيد عادة الجبير بأن هناك ترتيبات العقدة بإجتماع لوزراء خارجية الدول العربية وأيضا قد تكون دعوة لعقد إجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية فأعتقد أنه من المهم بمكان عقد هذين الاجتماعين للخروج بموقف وبرؤية موحدة لمجمل هذه الدول لوضع حقيقة أسس حقيقية وصريحة في التعامل مع الدول الأعضاء إذا تحدثنا عن منظمة التعاون الإسلامي فإيران دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي وهناك كثير من الاتفاقيات التي تنظم أدبيات العمل بين مجموعة هذه الدول التي يعتبر أن هناك بينهم من التضامن الإخال أن هناك تضامن وتعاون إسلامي فعندما تخل دولة من هذه الدول بهذا التضامن بهذا التعاون الإسلامي يجب أن يكون لمجمل هذه الدول قرار واحد موحد صريح حاسم يضع الأمور نقاط على الحروف ويضع الأمور في نصابها حتى نفعل آلية التضامن الإسلامي التضامن الإسلامي ليست عبارة جوفة تضامن الإسلامي هي أصل أصيل في العقيدة الإسلامية وأصل أصيل في القانون الدولي العام وأصل أصيل في التعاون في العلاقات الدولية بين الدول العالم وهو أيضا أصل أصيل في التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة ومقرراتها والاتفاقيات الدولية والعالمية إذن المنظمات الإقليمية المنظمات الدولية المجتمع الدولي برمته يجب أن يواكب هذا الحدث لتكون هذه الحالة وهذه الحادثة هي الأخيرة في علاقة إيران بمختلف البعثات الدبلماسية وكما شاهدنا في التقرير الأولي الاستهلالي لحلقة الليلة بأن هناك سلسلة متوارثة من الأعمال العدائية التي مارستها إيران ضد البعثات الدبلماسية يجب أن تكون هذه الحالة هي الأخيرة وأن لا تستمر وأن تكون أيضا رادعا وتكون نموذجا أيضا لبقية الدول العالم بأن التعدي على قانون الدولي العام وعلى البعثات يشكل إرهابا على الأمن والسلم الدوليين نعم دكتور سلطان مجددا إليك في أبوظبي وباختصار شديد لضيق الوقت مع الأسف الشديد كيف تخرج إيران من أزمتها الحالية أن تعود إلى العقلانية دكتور محمد ما يحدث الآن وما يقوم بالنظام الإيراني هو مغاير تماما للعراف الدبلماسية والعراف السياسية اللي يعلم النظام الإيراني أن استمراره فيما يطلق عليه بالحلفاء والأصدقاء هم في حقيقة الأمر معادين لشعوبهم هم فئة ضلل بها فئة تحاول أن توظف مذهب أو دين أو مصلحة لخدمة مصالحها ترتمي إلى أطراف وترتمي إلى الحضن الإيراني وفي نهاية المطاف لن تجني ما تريده النظام الإيراني لن يجني ما يريده نريد الرفاهية والاستقرار للشعب الإيراني مختصر الكلام أن يدرك النظام الإيراني أنه لا يعيش لوحده هناك له الجوار العربي والإقليمي لا بد أن نعترف ونحن نعترف بأن إيران قوة إقليمية في المقابل المملكة العربية السعودية قوة إقليمية دول الخليج مجتمعة قوة مؤثرة كل دولة من دول الخليج لها تأثيرها إذن نجتمع جميعا يكون هناك نقاط اشتراك وإذا كان هناك اختلاف فيمكن الوصول إلى حل لا أن ينتقل الاختلاف إلى خلاف وأن يستمر النظام الإيراني في سياسته وستبقى دول مجلس تعاون تمد يدها لخلق الاستقرار في التنمية وفي المنطقة ولكن لا يعني ذلك أنه لا توجد قوة وردع لمن يحاول أن يمس باستقرارها والمملكة العربية السعودية في نهاية المطاف جزء لا يتجزأ من كيان الخليجي والعربي والكيان الخليجي والعربي جزء لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية أستاذ يوسف في أقل من دقيقة هل تخشى إيران فعلا تضامن الشعوب غير الفارسية مع موقف المملكة العربية السعودية؟ نعم هي تخشى ذلك لكن أقول للأخوة المشاركين في هذا النغاش أن إيران لن تبدل ولن تحول سلوكها ما دام خامنئي والأشخاص اللي على شاكلته يحكمون إيران يعني المتشددين خامنئي يعتبر نفسه شاه إسماعيل الغرن الواحد والعشرين شاه إسماعيل الصفوي نعم فهو لا يقبل بالتشيع العلوي هو يعتقد بالتشيع الصفوي فهذا ما سمعته أنا منه فلهذا أنا أصور على الأخوة الأشقاء العرب لا يحسبوا كثيرا ولا يعولوا كثيرا على القيادة الإيرانية التي هي الآن تعكم وعليهم أن يساندوا القوى المعتدلة والإصلاحية في رأس السلطة وأيضا القوى المعارضة على مستوى الشعوب الإيرانية هذا هو الحل الإيران آخر شيء آخر ما سمعناه أنه أخذت تدعم الأمازيغ في ليبيا من أجل انفصالهم من ليبيا فيما هي تغمع شعوبها ومنهم الشيعة العرب في الأحواز فكيف يعني على العرب أن يتماشى مع مثل هذا مثل النظام التوسعي الإمبريالي الحاكم المتمثل بتفكير علي خامني فعلى العرب أن يغيروا رأيهم ويعملوا على دعم المعتددين والإصلاحيين على المستوى السلطة والقوى المعارضة على مستوى الشعوب الإيرانية هذا هو الطريق الوحيد نعم واضح الصلاة الأستاذ يوسف عزيزي مني طرف الباحث في الشؤون الإيرانية من لندن الدكتور والأكاديمي والخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور سلطان النعيمي من أبوظبي شكرا لكم كما يطيب لي أنا أشكركم ضيوفي الكرام في الأستوديو سعادة السفير ضياد دين أبا مخرمة السفير جمهورية جيبوت وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة وكذلك الدكتور صالح المانع الأستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود وعميد كلية العلوم السياسية سابقا